فرصة مفتوحة للفوضى الأمنية والجريمة المنظمة تطلقها الحكومة في بغداد عبر منح عشرات الآلاف من رخص حيازة وحمل السلاح تحت غطاء قانوني يهدد أمن المجتمع خصوصا بعد أن تم الكشف عن منح آلاف الرخص خلافا للشروط الموضوعة في قانون حيازة السلاح الذي أقره البرلمان عام 2017 أو عبر استغلال الثغرات التي حوتها بعض فقراته انفلات السلاح وعدم تنظيمه بقوانين محكمة كان وما يزال من أكبر المخاطر التي انعكست على أمن المواطن العراقي وأدت لبقوع الكثير من الجرائم وسخرت إمكانيات الدولة خدمة لأغراض سياسية وحزبية فبحسب المفتش العام في وزارة الداخلية جماد الأسدي فإن عدد رخص حيازة وحمل السلاح التي منحتها الوزارة ارتفع إلى 44 ألف رخصة خلال الفترة الماضية ويقر مسؤولون في وزارة الداخلية أن هذا الملف أصبح من أعقد الملفات وأن هناك استغلالا للثغرات القانونية التي تسمح بتفشي الفساد في عملية إعطاء رخص حمل الأسلحة مشيرين إلى أن نصف تلك الرخص أعطي بشكل غير قانوني خصوصا للجهات الحزبية التي تسلح أتباعها مستغلة علاقاتها بجهات نافذة في الوزارة بالإضافة إلى عمليات ترخيص معارة الأسلحة إلى غير مستحقيها بينهم شيخ عشائر وأبناؤهم مدنيون وحتى شبان بحجة أن أمنهم مهدد بينما يؤكد مسؤولون أمنيون وتحقيقات ميدانية أن الكثير من جرائم الاغتيال والقتل العمد تنفذ بأسلحة مرخصة وبوجود ألاف الطالبات التي تنظر فيها الجهات الخاصة لأجل منح رخص جديدة وإصدار خمسمائة رخصة جديدة كل يوم دون ضوابط أو معايير واضحة فإن عملية عسكرة المجتمع العراقي تجري بصورة جنونية وهما ظهر مرارا على شكل نزاعات عشائرية تحولت إلى معارك دامية ومن خلال سيطرة الميليشيات على الكثير من مفاصل الحياة في العراق فضلا عن شيوع الجريمة المنظمة التي تجد لها من يقننها عبر النفوذ السياسي أو عن طريق دفع الأموال للجهات التي تصدر تراخص حمل السلاح فيما يشبه دورة حياة للفساد السياسي الذي يحمى بقوة السلاح المنفلت